معنا من باترسن في ولاية نيوجيرزي أستاذ الطب في جامعة نيويورك ورئيس قسم الطب بمستشفى جامعة القديس يوسف الدكتور بوب لهيتا دكتور لهيتا مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار تحدي كبير يبدأ غدا عملية لوجستية ضخمة إلى أي مدى برأيك الهدف الذي تحدث عنه الدكتور منصف السلاوي رئيس عملية وورب سبيد بأنه سيأمل في توزيع حوالي 40 مليون جرعة من هذا اللقاح بنهاية هذا الشهر نتحدث عن حوالي أسبوعين أو أكثر بقليل بعد ذلك 50 إلى 80 مليون جرعة في شهر يناير القادم وأيضا نفس العدد في شهر فبراير نتحدث عن عشرات الملايين من الجرعات هل هذا ممكن خلال فترة ثلاثة أشهر برأيك؟ نعم هذا ممكن وقابل للتطبيق لأن استخدام درجات حرارة متدنية من أجل تسليم جرعتين لأنه بعد 21 يوما تقدم الجرعة الثانية ولذلك هذا الحمد النووي يجب حفظه في نحو 70-80 درجة تحت السفر ولذلك هذا مثير للاهتمام وقابل للتطبيق وهو يبدأ ويتم الآن هل نتحدث عن اكتمال أيضا الترخيص للقاح موديرنا في هذه الفترة نعتمد فقط على شركة فايزر بايونتك لتوزيع هذا اللقاح في الفترة على الأقل خلال الشهرين القادمين نحن نتحدث عن فايزر حاليا لأنها اعتمدت في الخميس الماضي وموديرنا سيعلن عن النتيجة في يوم الخميس المقبل ولذلك كلا اللقاحين هما من الطبيعة الجينية الوراثية هما مهمان وحدثان للغاية ونحن متحمسون جدا لأن درجة المناعة التي يحدثانها تفوق 95% وهذا قوي جدا هل هناك فرق في عملية التخزين دكتور لاهيتا فيما يتعلق باللقاحين هل هناك لقاح موديرنا أيضا بحاجة إلى تخزين على درجات حرارة متدنية جدا كما هو الحال بالنسبة لفايزر ليس بنفس الدرجة المطلوبة من لقاح فايزر وفي الواقع لا أفهم لماذا لكن يمكنني القول إنه مع ذلك يتطلب درجة حرارة متدنية بسبب ما يسمى بالمرسول الذي يعتبر هشا وذلك من أجل تشغيله ولذلك من المهم أن يبقى في حرارة متدنية أود أن نتحدث عن الجانب السياسي إذا جاز التعبير لهذه المسألة دكتور لاهيتا الرئيس ترامب وقع أو أصدر مرسوما قبل أيام يقول أن على هذه الشركات أن تزود الأمريكيين أولا بهذا اللقاح علما بأن هذه الشركات شركة فايزر على الأقل تعاقدت مع عدد من الدول لتسليمها هذا اللقاح هل برأيك هناك ما يعني يفرض على هذه الشركات الالتزام بمثل هذا المرسوم كلا الشركة قالت بوضوح إنها تنأى بنفسها عن السياسة في هذا اللقاح وبالرغم من أن حكومة ترامب لها الفضل في تسريع خطة ظهور هذا اللقاح فإنه بالنسبة لفايزر نصف العمليات بدأت في بريطانيا ونعرف أن موديرنا مثلا ستوزع اللقاح حول العالم وهناك نحو مليار جرعة يتم تحضيرها ولذلك من المهم أن نفهم وندرك أنه في الوقت الذي وزع فيه اللقاح بدرجة أولى على الممردين وكل من يعمل في الخطوط الأمامية ومقدم الإسعافات الأولية بإضافة إلى المسلمين أولئك الذين لهم درجة إيمات عالية مثل من لهم مرض الكيلة وكذلك القلب فإنه نعرف أن الجمهور العادي سيتلقى مئة الملايين من اللقاحات في مارس وأبريل 2021 دائما نحن المستهلكين دكتور لهيتا نسأل هذا السؤال هل هناك فارق بين كل هذه اللقاحات سواء اللقاحات التي طورت في الولايات المتحدة أو في الدول أخرى هل هناك من أي فارق بالنسبة لي كمستهلك فيما يتعلق بالحصول على أحد هذه اللقاحات أعتقد أنك تترح سؤالا وجيها للغاية أعتقد أن اللقاحة التي طورت من فايزر وموديرنا والذي يمر بمراحل التدقيق وتحقق صارمة وخصوصا من قبل هيئة الغداء والدواء التي تتحلى بصرمة عالية جدا وتعتمد على البيانات من البداية إلى النهاية وبما في ذلك كل الأعراض الجانبية وبالنظر إلى أن هذا الأمر يراجع في أمريكا وبريطانيا يعني بالنسبة إلينا كمستهلكين أن هذا اللقاح سالم وآمن للغاية هناك نحو عشرون لقاحا آخرى يعتمد على بعض الطرق الأخرى هناك من يعتمد على المتجهات ومن يعتمد على البروتينات وكذلك من يعتمد على الشحنة الفيروسية كل هذه الأنواع تمر بمراحل تحليلية وتشمل نحو أربعين ألف إلى خمسين ألف شخصا للحرص على أن يكون هناك سلامة وكفاءة أخيرا دكتور لاهيتا هناك ما زالت شريحة كبيرة من الناس التي ترفض تلقي هذه اللقاحات ليس فقط اللقاح ضد كورونا هم ضد اللقاحات بشكل عام ماذا تقول لهذه الشريحة التي تعارض وترفض تلقي مثل هذا اللقاح منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا أحد عشر أسوأ مظاهر حول العالم لا يجب لأحد أن يخاف من اللقاح هناك أعرض جانبية قليلة جدا ولذلك هو لا يسبب الوفاة إلا إذا كان هناك أعرض تحسسية نادرة جدا وهذا يمكن علاجه مع ذلك من قبل الطب لذلك هؤلاء الذين يجرون بعض الدعايات مثل الحروب الصاليبية حول اللقاح هم سيتسببون بموت ليس ضروريا وفي حين أننا نعرف أن المجتمعات الطبية قادرة على فعل أشيء الكثير لتفادي الموت العديد من أشخاص ذلك على كل شخص أن يأخذ هذا اللقاح عندما يتاح لا تقلق بشأن الأعراض الجانبية هي نادرة جدا هناك فقط بعض الألام وما إلى ذلك شكرا جزيلا لك الدكتور بوب لاهيتا أستاذ الطب في جامعة نيويورك ورئيس قسم الطب في مستشفى جامعة القديس يوسف كان معنا من باتو